انطلقت أعمال المؤتمر الوطني الرابع للنقل لمتعدد الوسائط برعاية وزير النقل المهندس وليد مصري ويناقش المؤتمر تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل للمزيد ينضم إلينا مراسل المملكة زيد خليفات من مقر إنعقاد المؤتمر زيد هل لديك من معلومات حول هذا المؤتمر الحضور وأبرز أهداف هذا المؤتمر؟ نعم زيرالد بدأ في تمام الساعة التاسعة المؤتمر الوطني الرابع الخاص في وسائل النقل متعدد الوسائط هذا المؤتمر يأتي لدراسة وتطلعات المستقبل الخاص في وسائل النقل والخطط المستقبلية التي سترسم في السنوات القادمة وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع النقل بكافة وسائطه طبعا بطبيعة الحال افتتح المؤتمر وزير النقل وليد المصري بحضور عدد كبير من الشركاء في قطاع النقل من القطاع الخاص والقطاع العام وكافة المعنيين في موضوع وسائل النقل هناك تحديات جغرافية وهناك تحديات مالية وهناك تحديات ديمغرافية خاصة في موضوع النقل يمكن هذا المؤتمر أن يعالج بعض القضايا ويمكن أن يرصد كافة التحديات الخاصة في موضوع وسائل النقل وما هي الزيادة السكانية التي ستنعكس على هذا القطاع وما هي الأليات وما هي الوسائل التي يمكن أن تكون هي الأنسب في السنوات القادمة نعم زيرالدك نعم شكرا لك زيد خليفات من مقر نعيقاد المؤتمر ترجمة نانسي قنقر